أهلا بكم معنا من جديد يبدو أن المخاوف من التطورة السريعة التي يشهدها عالم الذكاء الصناعي كانت تدور في إطار متفائل حتى في أكثر توقعاتها السلبية ولكن أكثر المتشائمين لم يتخيل أن يغير هذا الذكاء مستقبل الجريمة في العالم ليبلغ مستوى يكون فيه البشر أطرف الأضعف في هذه المعادلة تقرير لشبكة سكاي نيوز البريطانية صلت ضوء على التطورة المخيفة والجنب المظلم لذكاء الصناعي واستعرض طرق التي يتم بها استغلال الذكاء الصناعي في عالم الجريمة والتي يحذر خبراء حول العالم منها ويدعون إلى اتخاذ الحيطة بشأنها وتتيح بعض تطبيقات الذكاء الصناعي النقاش مع الأشخاص حتى في المحتوى المتطرف من خلال البرامج التي تتعلم أساليب المستخدمين لتقليدهم مما يؤدي إلى تبدل الأفكار والنقاشات التي يمكن أن تؤدي حتى إلى أعمال إرهابية وحذر الخبراء من أن التشريع الحكومي الرئيسي للسلام على الإنترنت سيجد أنه من المستحيل التعامل مع محتوى الإرهاب الناتجي عن الذكاء الصناعي وأصبح استغلال تقنية الذكاء الصناعي في التزييف العميق للسور أو مقاطع الفيديو أمرا شائعا والتي يمكن أن تظهر شخصا ما يفعل شيئا لم يفعله ما يؤدي إلى تنفيذ جرائم ابتزاز خاصة إذا تعلق الأمر باستغلال الأطفال في هذه الجرائم وقد تظهر قريبا مجموعة جديدة من الجرائم مع ظهور نماذج لغة كبيرة من برامج الذكاء الصناعي يمكنها الانتقال إلى مواقع الواب وتصرف كشخص ذكي بناء على أوامر من المستخدم أو التقدم بطلب للحصول على قروض احتيالية وباستخدام هذه التقنية أيضا يمكن للمحتلين أن يستغلوا تقنية تركيب الأصوات لانتحال هوية شخص آخر لاستخدامها في عمليات خطف وهمية على سبيل المثال قد يستغل المجرمون تركيب بصمة الصوت لشخص ما للاتصال بذويه وإبلاغهم بأنه مخطوف مطالبا بدفع مبلاغ معين كفدية لإطلاق صراحه لينقاش حول هذا الموضوع إذن الآن نرحب مباشرة بضيفنا من المنامة نرحب بالدكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء الصناعي أهلا بك معنا في المشهد الليلة أولا يعني في هذا الموضوع نحن لا نتحدث عن تنبؤات أو ربما أو تحليلات لما قد يمكن أن يحدث في المستقبل هذا أصبحنا نشهده كواقع الآن يعني عمليات ابتزاز وتحيل في الوقت الحالي تحدث عن طريق استخدام الذكاء الصناعي مما يجب أن نخشى أو نخاف هنا؟ شكرا على الصدافة طبعا الذكاء الصناعي تم تحول جذري من شهر نوفمبر الماضي من الذكاء الصناعي الاعتياد الذي عرفنا إلى الذكاء الصناعي التوليدي أو بما يسمى بجرنتف AI اليوم بما أننا فيه إيجابيات كثيرة من الذكاء الصناعي التوليدي بما يعرف أيضا في العامة تشات جي بي تي فور بارد وغيرهم من الأدوات الذكاء الصناعي ممكن بالنسبة للمحتالين والمجرمين الاستفادة من الذكاء الصناعي التوليدي بحيث أنه ممكن مكالمة الآلة ومساعدتهم في توليد طردا برمجيات خبيثة كيفية التعامل مع الجهات بحيث أنه شنون نقدر نكون الجهة المفتعلة من الطرف الآخر طبعا البيانات الضخمة والبنايات بما يسمى بالLLM Large Language Models يساعدون على تدريب محتوى البيانات المتواجدة بين الشركات وأيضا تقليدهم في الأصوات والأشكال وبما يسمى في السابق Deep Fake وغيرهم طبعا لا جوانب مثل ما قلنا إيجابية كثيرة ولكن ممكن استفادة منهم جوانب غير إيجابية نعم ولكن أسليب الجريمة المدعومة بالذكاء الصناعي هنا إلى أي مدى يصعب كشفها نحن دائما نقول بالنسبة للذكاء الصناعي المقابلة أو المواجهة للذكاء الصناعي دائما يكون عن طريق الذكاء الصناعي يعني دعونا نكون واقعين من العوبة على البشر أن يواجهون الذكاء الصناعي وإدراك مدى ضرار الذكاء الصناعي والأنماط أو كيفية التعامل مع الذكاء الصناعي هذا شيء قبلنا أو ما قبلنا من الماضي اليوم إذا نحتاج نواجه الخوارزميات الخبيثة نحن نسميهم يجب علينا إيجاد خوارزميات بحيث أن نتنبأ بالهجمات السبرانية نتنبأ بالتصرفات بالكيفيات حتى بالتغيير في الملامح والأشكال واللغات هذا كلهم يعملون على طريق الخوارزميات اللي قاعدين نبنيهم فلذلك من المستحيل مواجهة الذكاء الصناعي في المستقبل بغير ذلك المشكلة أن الشركات الكبرى ممكن وبدأوا بالفعل بتطبيق الذكاء الصناعي في المشكلة في الأفراد الأفراد العائلين يمكن عن طريق الإيميلات المزيفة وغيرهم الفيديوهات يطبون في كثير من المشاكل يعني طالما أنك ذكرت أن الذكاء الصناعي يبقى في الأخير تكنولوجيا يمكن استخدمها سواء في الجنب الإيجابي أو سلبي لكن في الوقت الحالي من ناحية التوازنات هل الجانب الخير أو الجيد يتغلب في الوقت الحالي على الجانب السيء؟ نعم بلا شك نحن المختصين في هذا الشيء كل يوم ندرك أن الذكاء الصناعي يساعد البشرية في أعمالنا في مواجهاتنا في الصعوبات في الكوارث البشرية في التنبؤات البداية بحيث أن نقدر نأخذ خطوات حتى في الصحة وفي التعليم لكن تدري دائما الجوانب السلبية ممكن تضخمهم وتكبير من الموضوع يعني اليوم إذا نتكلم عن في السابق كان عندنا يوميا ثلاث مليارات ونص رسالة إلكترونية مزيفة طيب مع ذكاء الصناعيها ازدادت يعني فاصل صفر 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 خمسة يعني يمكن ستعاشر مليون فإذا تقارن هالشيء يعني ما في فرق جذري في هالشيء لكن اليوم التركيز على ذكاء الصناعي وكيفية إيجاد رسالة إلكترونية مزيفة والاحتيال عن طريقهم نعم هنا ربما الشخص الذي يفهم في أساليب التكنولوجيا والذي يعني يستعملها بشكل يعني متواصل قد يفهم أن هناك خللا ما في رسالة معينة قد تشير إلى تحيل أو ابتزاس أو ما إلى ذلك ولكن الخطر هنا في الأشخاص ربما لا أريد أن أسميهم البسطاء ولكن دعنا نقول أشخاص الذين ليس لديهم ربما خبرة في التكنولوجيا هؤلاء دائما هم من يقعون ربما كفاريسة لهذا النوع من التحيل يعني كيف نحل هذه المعضلة؟ صح كلامك أنا أعطيك شيء مستقبلي يعني يمكن اليوم ما هاش نتواجد ولكن نشوف حتى الهواتف الذكية أو وصائل التواصل الاجتماعي في المستقبل فيه بيكون عندهم نوعية من الخوارزميات بحيث أنه ممكن يفرق يعني فرضا حضرتك اتصالت فيني فيه في البداية مراجعة صوتك، مراجعة الشكل، مراجعة العيون، مراجعة الرقم التليفون فكل الأشياء اللي بيسألوا فلترينج ممكن يحدث في المستقبل وشغالين عليهم عن طريق الخوارزميات لكي نتأكد أن الشخص اللي منتصل أو المتواصل هو شخص اللي هو المجد أو المنتصل فلذلك يعني نرجع نقول الذكال الصناعي وهو البديل للبشر يعني مناقشة هالأشياء مع الجهات الأخرى ولكن لهذا الوقت مع الأسف راح يكون في كثير من الأخطار على الأشخاص ويمكن الوصيل الوحيدة التوجه أن يحذر في هذا الموضوع نعم رومان سؤال أخير يتعلق بـ نذكر كمثال يعني تشا جي بي تي يعني هو بنفسه يقوم بالرقابة الذاتية أن طلب المستخدم شيئا سيئا دعنا نقول يعني وتبقى المسألة سيئة نسبية يعني هنا يعني ماذا إذا بالغ الذكاء الصناعي في الرقابة يعني وأصبح يتحكم في توجهات الشخص حتى وإن كان الموضوع لا يستحق المنع يعني كيف يمكن أن نحل أيضا هذه المشكلة سؤال جيد لأن شات جي بي تي وبارد قاعدين يطورون روحهم لأنه يواجهون الأسئلة الغير شرعية خلا نقول أو غير دقيقة ولكن في نفس الوقت المجرمين أو الحاكرز قاعدين يتعلمون من الشات جي بي تي بحيث أنه يدورون على الأسئلة يعني يمكن قبل كان يسألون الشات جي بي تي كيفية مثلا كتابة برنامج لعمل حاكين اليوم يعرفون أن الشات جي بي تي بي تي بيكون لطرق مختلفة أو يحمي الخصوصية فلهم طرق ثانية فبيسألون عن طريق مثلا غير مباشر شيء آخر وغير مباشر وغير مباشر لما يوصل له فداما في توازن بين الطرفين وأعتقد الأشخاص يدركون أنهم شيء من شات جي بي تي في النهاية يحصلون مع الأسف المعلومات لأقراض غير سليمة واضح جدا نشكرك جزيلة شكر على مشاركتك معنا في هذا نقاش من المنامة دكتور جاسم حجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء الصناعي